دور وطني شاهد به الجميع للأهلي يطرى الأهلي اكتفى بالدور ده؟ لا الأهلي كالعادة سباق وصاحب دور رياضي في كل مناحي الرياضة فكان سؤال بعض عضاء الأهلي ليه ما يكونش فيه تدريس أكاديمي للرياضة؟ احنا لسه بنلعب الرياضة بدون منهج علمي ليه ما ندرسهاش أو ليه ما ندرسهاش؟ وزي ما ذكرت مجلة الأهلي الصدرة في سبتمبر 1934 الأعضاء قدموا المذكرة اللي قدامكم على الشاشة لللجنة التنفيذية اللي بدورها رفعت المذكرة لللجنة العليا للنادي وتم عرض فكرة إنشاء معهد رياضي بالنادي الأهلي في جلسة 2 نوفمبر 1934 فكان قرار اللجنة العليا للنادي ما يلي وافقت اللجنة على فكرة إنشاء المعهد الرياضي بالنادي على أن تعرض أسماء المقبولين على اللجنة العليا في الجلسة القادمة وكان طبيعي أن اللجنة العليا للنادي توافع على فكرة إنشاء المعهد فنشأت وتأسيس الأهلي من أجل طلبة المدارس العليا كان دايما الخلفية اللي بيفكر بيها المسؤولين في الأهلي وتم تشكيل لجنة تعمل قانون أو زي ما بيقولوا دلوقتي ليحة لمعهد الألعاب الرياضية وجه في ليحة المعهد الغرض منه تعالوا نشوف العمل على نشر الرياضة ومبادئها ورفع مستواها تكوين الطالب تكوينا رياضيا صحيحا توجيه الطالب إلى النواحي الرياضية المختلفة بالتدريب على الأسس الرياضية الفنية وكانت الدراسة في المعهد لمدة سنتين دراسة عامة وسنة دراسة متخصصة في لعبة من الألعاب ومن حق أي طالب يدخل المعهد ويدفع مصاريف 30 قرش سنويا ولو كان عضو بالنادي يدفع 15 قرش شفتوا بقى ميزة عضو النادي وبعتت إدارة المعهد لكل الصحف خطابات عشان تنشر إعلانات المعهد واللي عايز أشترك يقدم طلب وده الإعلان قدامكو على الشاشة المعهد بدأ في الأول يدرس الألعاب المختلفة ومن ثاني سنة تقرر إضافة قسم لتدريس التحكيم في كل الألعاب وتغير اسم المعهد وأصبح اسمه معهد الألعاب الرياضية ومدرسة الحكام وبلغ عدد الطلبة 320 طالب في مختلف التخصصات الخطوة دي نالت استحسان الجميع كتبت صحيفة المؤطم تحت عنوان الأهلي والمعهد الرياضي كتبت مقال قالت في إيه بقى يقوم الأهلي بتجربة عملية جديدة إن أفلح فيها أسدى إلى البلاد يدا وإن أخفق لا قدر الله كان قد قام بمحاولة إتمام الواجب عليه رام الأهلي كبير أندية القاهرة أن يشتجل في الصيف وأحب أن يشتجل العطلة فلا يدعوها تفلت من غير أن يزدي يدا إلى الرياضة ففكر وأخرج الفكرة التي كانت تتردد في أذهان البعض حقيقة ملموسة وحب ذا لو وجد من المساعدة ما يمكنه من الاستمرار في مشروعه لأنه يتطلب مالا ورجالا وعملا جريدة المؤطم أسنت على الأهلي وخطوته الرائدة طيب تفتكروا المعهد ده استمر لحد إمتى ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله